موسيقى بربعية سينفونية الأهلي يحقق أول فوز في مشواره في بطولة الدوري مبروك طبعا لكل أهلوية ومساء الخير وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من السادس يعني الأهلي يحتاج بس ستين دقيقة عشان يقدم فاصل ممتع فيه كل فنون الكرة اللي تتمنىه الأهلي يقدم كل اللي عنده لأ لسه مقدمش اللي عنده كله وأنا أراهن عن الأهلي عنده لسه كتير بعد نص ساعة يمكن تقدر تقول خالقة من المتعة أداء روتيني حالة بط شديدة أداء في الملعب مفوش أي ملامح خطورة يمكن استغرق الأهلي يمكن حوالي تلاتين أو خمسة وتلاتين دقيقة عشان العجلة تدور بلامسة أكتر من رائعة الحقيقة يعني ما فيش شك أنا استمتعت بالأربع أهداف بتاعهم بارح زي ما حضراتكم شفتوهم واستمتعتوا بيهم أكيد لكن ما شفتش قبل كده رباعية الأربعة أسست فيها أحلى من الأربع أهداف تحب تتفرج وتعيد وتزيد وتتابع وتعالوا نشوف هدف الأهلي الأول بتوقيع الوافد الجديد رضا سليم طبعا كرة رضا حلوة وهي كانت مفتاح الفوز بالمباراة وجات في توقيت مهم جدا لكن الأحلى منها غمزة غمزة بتقول إنه إمام عشور لعيب كبير جدا وقادر على إنه يصنع الفارق مع الأهلي الموسم ده ولكنها مش أحلى أسستات المباراة كرة أكتر من رائعة رضا سليم مباراة وإمام عشور من وجاتنا طبعا بسي تاو هو رجل المباراة ويستحق لإنه أحرز هدفين وكان أكتر لعبي الأهلي فعالية لكن الحقيقة أنا بشوف إنه رضا وإمام مباراة هم نجوم المباراة بشكل كبير طبعا كل لعيبة الأهلي في الستين دقيقة التانية أنا هنسى التلاتين دقيقة لأولا أنا ما شوفتهمش لكن في الستين دقيقة التانية لعيبة الأهلي قدمت عرض ممتع جدا والأهم من الفوس كمان إنه مطمئن قبل ما نروح بالصعب سنة بسنة مباراة بعد المباراة هنقدر نيجي كو كان بارح الحقيقة كان واحد من لعيبة الأهلي المميزين وبما أنه ظهر في الكادر لازم أديله حقه حسين السيد باك شمال مميز جدا ولعب مباراة كبيرة جدا الأسيست الثاني بين هاني وتحرك سنقات هاني وتاو الحقيقة وتحرك ويكفي طبعا الأسيست من هاني ده في حد ذاته ده طبعا يحسب لهاني طبعا أسيست أكتر من رائع وتحرك وجاري بدون كرة وتمركز وتفاهم واضح جدا بين سنقات تاو وهاني ويبقى أيضا واحد من أفضل أسيستات في مباراة أمبارا ديانج الذي لم يتم اكتشاف قدراته بعد واحد طبعا طبعا من أهم اللاعبين المحترفين اللي جون في تاريخ النادي الأهلي ومن نسبة زوايا التصوير بداية مباشرة بداية مباشرة جدا النقل التلفزيوني والتصوير والكواليتي فيه فرق وفيه نقلة طبعا أحسن من الموسم اللي فاتها هتكلم مع حضراتكم عن نسخة الدوري وانطلاقتها وإيه المميز فيها ولاية تعليق بسيط جدا على الباكيج أو الجرافيكس بتاعة المباريات والتعليق ده مش تعليق أنا بس نسمعته من ناس كتير جدا بتتكلم عليه طبعا لكن الصورة والكاميرات وزوايا التصوير والكواليتي أعتقد أن الكل حاسس أنه فيه مجهود مبزول كبير جدا فيه النقل التلفزيوني في النسخة الحالية من الدوري الممتاز طبعا بيرسي تاو تعرض لإصابة ومش عارفين ده التالت وده الحقيقة يعني أسست أحلى من أسست إمام الأولاني كرة يعني مزيكة كرة أكتر من رائعة كرة بتدل على أن إمام قادر يكشف الملعب من كل الزوال الممكنة ودقة التمرير هنا ونعومة الكرة خد بالك اللونج باس ده ممكن جدا تقدر تنفزه بس الكرة تبقى أسرع من زميلك في الملعب وبالتالي السيطرة عليها بتبقى صعبة لكن طريقة اللونج باس في حد ذاتها الطريقة بتاعت الباس بتاع اللونج باس بتاع إمام بتقول أنه حساسات رجله وإدراكه للمكان اللي هو عايز مش بس المكان اللي عايز يوصل ليه كرة لكن كمان سرعة الكرة لما توصل لزميله جوه الملعب هتكون عاملة إزاي وسهولة أنه هو يعمل عليها كنترول الكرة دي لو معمولة بوش القدم بشكل واضح وصريح هتبقى سريعة جدا على بيرسيتاو وما كان هيجد صعوبة في أنه هو يوقف ويلم ويعدل ويصلح ويشوت فبالتالي طبعاً ده المبدع المبدع 99% من لعبته الكرة في مصر لو جات لها كرة زي دي هتفكر مليون مرة ويمكن ما تاخدش القرارة هتلعبها بالطريقة اللي لعبها بيها المبدع المبدع أحمد عبدالقادر دماغك كلها كرة دماغك كلها كرة طبعاً يعني خد بالك طبعاً العيب الحريف ما بيفكرش فيه كور جوه الملعب كده هو مش بيحتاج ياخد القرار ويقول أنا هعمل إيه وهنفز إزاي وهبصز هي بالفترة كده الحريف الموهبة الربانية اللعيب اللي ربنا اداله المهارة كده رباني ما بيفكرش وجسمه وعقله وعضلاته وقراراته كلها بتيجي بالفترة فبالتالي يعني كرة دي لو جات ل 99% من لعيبة مصر صعب قوي قوي حد يلعبها بالطريقة اللي لعيبها أحمد عبدالقادر كعب بسيط جداً وسهل الممتنع وكريم طبعاً مبسوط جداً لكريم فؤاد إنه بعد غياب طويل جداً بيعود ومش بس بيعود ده بيسجل كمان يختم الربعية بتاعت النادي الأهلي اللي ما كانش جات طبعاً موفق فيها لكن مبروك للأهلي مباراة عموماً إجمالاً عرض مميز جداً أسلك صدور الأهلوية والبقاية تأتي إن شاء الله في اللجاء عندنا كلام كتير وعندنا كلام طبعاً سينفونية البرسة أو سينفونية الستي مبارح هنتكلم عليهم بما أنه النهاردة الأربع فمعنا طبعاً العالمي ومعنا جي بي أس محترفين المصريين في الخارج لكن كل ده بعد الفاصل